كل شيء مؤجل بسبب وباء كورونا نداء متكرر من المنظمات الدولية لا أحد يسمع هذا النداء في اليمن لا ميليشيا الحوثي التي تجد في انشغال العالم بالوباء فرصة لتحقيق مكاسب عسكرية على الأرض ولا هي أو مثيلاتها من الميليشيات تهتم بنداء آخر وجاه فريق الخبراء الدوليين بخصوص المحتجزين السياسيين فالاتحاد الأوروبي جدد دعوته لما أسماه بالأطراف اليمنية إلى وقف التصعيد العسكري والتركيز على مواجهة كورونا وأبدى المتحدث باسم الشؤون الخارجية بالاتحاد بيترستانو قلقه من هجوم ميليشيا الحوثي على السعودية وعملياتها العسكرية ضد محافظة مارب فضلا عن الغارات السعودية على صنعه الخبراء الدوليين عبروا عن قلقهم البالغ تجاه السجناء والمحتجزين السياسيين في اليمن في ظل تفشي الوباء العالمي ودع الفريق الدولي ما أسمه بأطراف النزاع إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين والسجناء السياسيين من جميع مرافق الاحتجاز العلنية والسرية فالوضع الهش الذي تعيشه السجون اليمنية يشكل خطرا كبيرا على السجناء بحسب بيان الخبراء الصراع المستمر في اليمن منذ سنوات دون الوصول إلى حل نهائي للأزمة السياسية والإنسانية يؤثر وفق فريق الخبراء على توفر الخدمات الطبية في ظل نظام صحي يشارف على الانهيار